ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اجتماعا موسعا لقيادات الوزارة ومدراء مكاتب محافظتي مارب والجوف للاطلاع على سير أداء عمل المكاتب ومناقشة الاحتياجات والصعوبات التي تعترضها والسمع الوزير عطية من مديري عام الأوقاف في مارب والجوف إلى شرح مفصل حول أداء المكاتب في التوعية والإرشاد والحفاظ على الأوقاف بالإضافة إلى حجم القوى الوظيفية العاملة في مكاتب الوزارة والإدارات التابعة له في المديريات وكذلك الصعوبات التي ترافق سير العمل والخطط المستقبلية للعمل في هذا العام وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الاطلاع بمهامهم بمسؤولية كاملة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا مؤكدا على أهمية الإرشاد والتوعية لمكاتب الوزارة لدعم ومساندة قوات الجيش الوطني والأمن بالتنسيق مع التوجيه المعنوي وأهمية تفعيل قطاع الإرشاد ونشر الوعي وتعزيزه في المجتمع بكافة الوسائل المتاحة ترجمة نانسي قنقر